أهلاً وسهلاً بك أختي الكريمة أهلاً بحضرتك بدايةً محمد لو تضعنا في صورة الوضع الحاكم في درعا الآن في ظل الأنباء التي تتوارد عن تصاعد وطيرة الخروقات الأمنية في المنطقة بعد الهدوء الحذر الذي شهدته في اليومين الماضيين نعم أختي الكريمة هناك تصعيد غير مسبق منذ اتفاقية خفض التصعيد أي منذ أكثر من عام لم يسبق للنظام ومرتزاقته أن يقوموا بهذا التصعيد على درعا وريفها فقد قصفت اليوم أكثر من ثمان مناطق في درعا وريفها طبعاً تسببت بقتل شخصين أحداهم وعنصر بالدفاع المدني وأصيب ثلاثة آخرون بجراح في قصف مدفعي على بلدة ناحية أيضا أصيب أربع مدنيون بينهم طفل والمدنيون كلهم من عائلة واحدة جراء قصف قوات النظام بلدة عاسم ضمن منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي بقذائف المدفعية أيضا كان هناك تحليق مكثف للطيران الحربي في ريف درعا الشرقي بالإضافة إلى قصف بلدة مسكنة ضمن منطقة اللجاة في ريف الشرقي بالطيران الحربي الروسي والصواريخ العنقودية نعم بالمقابل يعني ماذا تحدثنا عن استهداف الفصائل المسلحة المتواجدة في درعا لبعض المناطق في مدينة السويداء كما ذكر بالقذائف محمد ماذا صحت هذه المعلومات أولاً طبعاً بالنسبة لاستهدافات الجيش الحر اقتصرت هذه الاستهدافات على رتل لقوات النظام ضمن اشتباكات استمرت لمدة أربعة ساعات أي منذ بعد منطقة الليل إلى فجر هذا اليوم هذه الاشتباكات كانت بالقرب من الاستراد الدولي وبالقرب من بلدة خربة غزالة حيث يسيطر قوات النظام حيث أن هذه البلدة خالية من سكانها بعطرت قوات النظام لها طبعاً كان هناك رتل جاء من إزراع طبعاً عن طريق الاستراد الدولي إلى بلدة خربة غزالة قامت جيش الحر باستهداف هذا الرتل بالمدفعية الثقيلة وحقق إصابات مباشرة بهذا الرتل الاشتباكات على المحور الآخر كانت في منطقة مثلث الموت شمالي درعا وجنوبي القنيترة حيث استطاع الجيش الحر قتل ضابطان وعنصران لقوات النظام جراء قصف الجيش الحر طبعاً لمناطق سيطرة النظام بالقرب من بلدة مسحرة نعم أشكرك جزيل أشكر على كل هذه الإضاحات النشط الأعلى من محمد المذيب كنت معنا مباشرة من درعا ترجمة نانسي قنقر